من الحكايات الظريفة يعني النهاردة الزمالك عمل مؤتمر صحفي عشان يقدم صفقاته الجديدة بمختلف الألعاب مش كرة القدم بس كل الألعاب وقدمه كمان جوزي جوميز المديد الفني البرتغالي الجديد للفريق شفتوا انت المؤتمر وشفتوا اللعبة اللي جات الزمالك واللعبة اللي لسه هتيجي الزمالك والمدرب أنا بس الأول عايز أشيد بمجلس إدارة نادي الزمالك بصراحة ومحبي نادي الزمالك اللي من خارج اللي سعده وسامه اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي لو كان حد حكالك عنه أو قالك أنه ممكن يحصل كنت هتقول مستحيل بصراحة أنا من الناس اللي قلت لا لا الناس دي والله لو عملوا ايه بتاعتسدد كل الغرامات اللي عليك ديت عشان ترفق كافل جدا صعبة جدا هتشتري لك إيه يعني لعب أو اتنين بك كتير قوي يعني لو قدرت ترفع القيد هتشتري لعب أو اتنين ماشي هتجيب مدرب أجنبي لا مش طعب تجيب مدرب أجنبي عشان مش طعب تدفع فلوس فخليك في المدرب المصري الناس دي في شهور قليلة جدا بيجيب أكتر من 8-9 صفقات في يناير رايح يجيب مدرب محترم بيرفع بيرفع القفل قيد ويسدد غرامات بأرقام خزعبلية صعبة جدا في ظروف صعبة في الزمالك فاللي عمله فاللي عمله أنا أكلمك على سواء يعني 8-9 في كرة القدم وانت عندك حوالي 70 لاعب في كل الألعاب كل ده يضمهم المجلس الحالي عشان حتى ينشط النادي والرياضات كلها مش بس رياضات كرة القدم فده شيء يستحق منا كل الإشادة ولما بنشيد نشيد بنادي الزمالك القلعة الرياضية الكبيرة في مصر ودائما وأبدا بقولي الكلام ده عادة لما ندعم ونساند القلاع الكبيرة في مصر ندعم ونساند لأنها قلاع تشرف كرة القدم المصرية فنساند الزمالك ونساند الأل ونساند الإسماعيل ونساند المصري ونساند بيراميز ونساند سراميكا وزد وكل أندية في مصر مش بس الأندية الجمالية عشان في بعض الناس يقول لك يعني أنت عن ساند الأندية الجمالية كل أندية بس الألعاب والزمالك تحديدا لأ حكايتهم حكاية عشان هما في الرياضة المصرية تاريخ عظيم جدا وإنجازات كبيرة جدا في مصر وخارج مصر فنفرح لنادي الزمالك أنه يستعيد عافيته مرة أخرى دي حاجة نفرح لها بس